هي صاحبة أطول فترة حكم في تاريخ إنجلترا الملكة إليزابيس الثانية التي أحدى من قصر الملك في باكينجهام وفتها عصر اليوم الخميس 8 ستمبر 2022 عن عمر يناهي 96 سنة بعد مرور 70 سنة من الخدمة المتناهية في منصبها توفيت في منزلها في بالمورال في سكتلندا مما يعني أن ابنها الأكبر الأمير تشارلز قد أصبح ملكا رسميا للبلاد تركت الملكة خلفها أربع أبناء هما الأمير تشارلز هنا صورتها مع والدها الملك جورج السادس وهنا صورتها هي طفلة في يوم تعمدها مع والدتها الملكة إليزابيس الأولى وباباها والدها الملك جورج السادس الأميرة صورت هنا مع الملك الحسن وزوجها الأمير فيلب ومع الأبناء الصغار دي صورة زواجها تزوجت الملكة إليزابيس من الأمير فيلب اللي كان يوناني الجنسية تقابلت معاه في أثناء خدمتها في الجيش البريطاني في الحرب العالمية الثانية هنا صورتها مع الملك الحسن الأمير فيليبيا مت لها بصلة قرابة من الدرجة البعيدة من الدرجة الثالثة ولكن هي وقعت في حبه أثناء مقابلته متقابله في الحرب العالمية الثانية تزوجها وعاشوا معا في إنجلترا الأمير فيليبيا توفي قبل حوالي عدة أشهر هنا مع ابنها البكر تشارلز الأمير تشارلز اتولد سنة 1948 هنا الأمير فيليب شايل الأمير تشارلز اللي كان مولود سنة 1948 الملكة أليزابيس تزوجت في 20 نوفمبر 1947 وبمورد زواجها حمل ابنها حمل زوجها الأمير فيليب لقى بدوق أدنبرا أنجبت أربع أبناء سنة 1948 أنجبت ابنها البكر الأمير تشارلز اللي أصبح دلوقتي الملك تشارلز ثم أنجبت بعد عامين أنجبت ابنتها الأميرة آن أم أنجبت ابنها أندرو والأمير أدوارد إليزابيس كانت أول ملكة بريطانية تزور أستراليا ونيزولندا أيضا زارت عدد كبير من الدول العربية زارت المغرب تقابلت مع الملك الحسن في عدة مقابلات تقابلت أيضا زارت تونس تقابلت مع الرئيس الراحل حبيب بورقيبة زارت اليمن اللي قضت فيها شهر العسل في إحدى الفنادق وأقيم لها استقبال شعبي حافل واستقبال رسمي أيضا في اليمن الملكة إليزابيس تميزت دايما بالأناقة المفرطة كانت أنيقة حتى وهي كبيرة في السن كانت حريصة جدا على أن أزياءها تكون كلها متنسقة دي صورتها بعد عودتها من شهر العسل أثناء حفل التتويج الأميرة ديانا تمت لها بصرة قرابة لأن ديانا هي زوجة الأميرة شارلز دي صورة أختها الصغرى الأميرة مارغريت اللي توفيت منذ فترة هنا صورة الملكة إليزابيس وهي تلقي بيان توليها العرش دي صورة الملكة إليزابيس وهي في عدن بتقضي شهر العسل مع زوجها الأمير فليب هنا صورتها مع الملك الحسين ملك حسين ملك الأردن أيضا كانت حريصة على ممارسة كل مهام المملكة دي صورة العائلة الملكة الجديدة ده أصبح ملك إنجلترا الأمير شارلز ما بقاش اسمه الأمير شارلز بق اسمه الملك شارلز زوجته كاميلا باركر اللي تزوجها بعد وفاة الأميرة ديانا أصبحت ملكة إنجلترا في الخلفية نرى الأمير وليام